كنت تابعت الفترة اللي فاتت انهاء الفصل التاني بقى من سيناريو عبدالله السعيد مع الآلي إلى فنلندا وإعارة عبدالله السعيد إلى نادي كوبيوم بلوسوراء الفنلندي على سبيل الإعارة لمدة شهرين تنتهي في نهاية مايو ويرجع عبدالله عشان ينفذ الجديد مع أهل جدة باشموندس ولابد أسألك لماذا فنلندا وأنا أعتقد أنت كنت صاحب هذه الفكيرة يعني نحن اخترحنا والجميع التفعلي وأنا قلت لك أنا اتصلت بالجهاز الفني الأول خلت موفد الكابتو الخطيب ويعني اشتغلنا في كل اتجاهات يعني ولا يخفى سرا أن توركي ألشيخ معالي توركي ألشيخ كان بيعلي عبدالله مهم أنه هو يروح الخليج لكن الفترة دي كان الحل أنه لازم يلعب فطبعا أيضا أعتقد أن موفقة عبدالله السعيد السريعة دي جاءت نتيجة دراسة جيدة للموقف ولقى أنه أحسن له أحسن الأهلي وأحسن المنتخب وأحسن يخرج من الضغوط كلها أنه يروح في هذا الدوري ستين يوم حيلعب بعيدا عن الضغوط في جوه برضو قريب من المناخ بتاع أبرد شوية من بتاع روسيا لكن هو كان حل يعني يرضي جميع الاتجاهات وعبدالله عمل تويتر بعدها وجه شكر للناد الأهلي وللجهاز الفني وللعيبة وللجماهير على كل الفترة اللي مضاها في الأهلي وتمنى التوفيق للعيبة والجهاز وقال إن أنا بيتمنى للأهلي يكمل إن شاء الله في بطولة أفريقيا بشكل جيد ويتأهل لكأس العالم للأندية كده كده أعمل العقل وكده يبقى فعلا عبدالله السعيد يعني والحياء قال حتى قال إن أنا بشكر كل الجماهير حتى اللي انتقادتني في الفترة الأخيرة هو مقدر إنه من غلوته عند الناس وجعها قوي إنه يفكر كده فهو قد فترة مؤكد إن أسعب فترة في حياة عبدالله السعيد كان في الأهلي خصوصا السنوات الأخيرة أرجو إنه يكمل مشوار يفيد به المنتخل عشان كده يا جماعة خلاص المفروض الكل يطوي هذه الصفحة عبدالله السعيد قد فترة مضيئة جدا للنادي الأهلي لهو قبل ما تكون للفريق أسعد الجماهير بالتأكيد ساهم مع زميله في تحييل كثير من البطولات والانتصارات أخطأ تم التعامل مع خطأه بما يليق ويستقيم مع نظام النادي الأهلي وتقاليده ثم بدأ المسار الاحترافي إعارة لفنلندا ثم بيع لأهل جدة فمنتمنى لك كل التوفيق في مستباله مع كرة القدم إن شاء الله وده كان يمكن الأستاذ جمال هلايل في الجمهورية كان له وجهة نظر مس هو خلاص سابقى هو سيئ سؤال قال للأهلي حسبها صح وكان رأيه إنه عبدالله يلعب مباراة التارجل خلاص تحسن يعني تجاوب هو بيقول لك إيه هل يريد الأهل إن عاقب نفسه بمنع اللاعب أم يعاقب اللاعب يحرم الفريق من وجوده يتجاوب على السؤال ده بإن اللاعب سافر حيلعب في فنلد بالضبط بنتمنى له التوفيق مع زميله بالذات في كأس العالم اللي المنتخب بيستعدلها